تحليلية من الميادين منظمات حقوقية أمريكية وعالمية تطالب بايدن بوقف الدربات الجوية خارج المعاركة كيف انتهكت واشنطن سيادة الدول واختالت غدراً من دون أي مبرر قانوني أو حق شرعي أو أخلاق عسكرية إصرار عائلة نيزار بنات على تحقيق النزيه والتمسك بمحاسبة المجرمين لن يسمح بضياع الحقيقة إعلان وزير العدل الفلسطيني أن المعارضة السياسية نيزار بنات تعرض للعنف والضرب يضع النقاط على الحوف ويختح فواتير الحساب مئات الأطفال في سجون شمال شرق سوريا تضم أيضاً عناصر لداعش زرع بيئة طبيعية لتشرب الفكر الإرهابي فمن يريد إنتاج جيل جديد من الإرهابيين وفي قضية اليوم في مسيرة قناة الميادين في عالم الإعلام ولادة جديدة الميادين باللغة الإنجليزية ننقل الواقع بلغات العالم من دون أن نضيع هويتنا التحريرية أو أن نهدر جهدنا في الإرضاء المنافق مئة وثلاث وعشرة منظمة حقوقية تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الدربات الجوية خارج المعاركية سياسة الاغتيالات بواسطة طائرات الدرونز التي تتغنى الولايات المتحدة بأنها الأجدر والأكفأ فيها هنا يقرر الخصم ويحكم مصدراً أمراً بالقتل لمن يعارض سياساته وأراءه حتى لو كان من أبنائه وبين عائلته كيف انتهكت واشنطن سيادة الدول ونفذت اغتيالات من دون أي مبرر قانوني أو حق شرعي أو أخلاق عسكرية تقرير حسين السيد أمواج بشرية طافت حول النعوش ملايين الأياد حيت موكباً مهيباً جاب طهران وبغداد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحجر الشعبي أبو مهد المهندس شهيدان معرفقهما بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد وبأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفذت الطائرات الأمريكية جريمة متكاملة المعالم من دون أي مبرر قانوني أو حق شرعي أو حتى أخلاق عسكرية اليوم وبعد رحيل ترامب ينكشف الغبار عن معارم سياسة الرئيس الجديد التي لا يبدو أنها مختلفة سائراً على خطى سلفه أمر بايدن بتنفيذ ضربات جوية بحق مواقع لفصائل مقاومة على الحدود العراقية السورية في ضربة هي الثانية من نوعها منذ توليه السلطة عدى عن انتهاكها سيادة البلدين أدت الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة إلى استشهاد طفل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين وفق ما نقلت وكالة سانا إضافة إلى شهداء الحشد الشعبي خسائر بشرية دفعت بمائة وثلاثة عشرة منظمة حقوقية عالمية في الولايات المتحدة ودولة أخرى إلى مطالبة بايدن عبر رسالة وجهتها إليه إنهاء الضربات الجوية خارج ساحات المعارك المنظمات شددت على أن الهجمات كانت غير قانونية وألحقت خسائر بشرية كبيرة وأن الوقت قد حان لرسم مسار جديد واحترام الأمن البشري الجماعي أمن بات مهددا بالنسبة لعدد كبير من سكان دول المنطقة التي تفرد واشنطن عليها حصارا وعقوبات تضره بشكل أساسي بالشعوب مراسل الميدين محمد كريم محمد ما أهمية هذه المطالبات التي تأتي على اللسان منظمات حقوقية عالمية وأمريكية وأي وقع مفترض أن يكون لها لدى إدارة بايدن رانا بطبيعة الحال بداية هذه المذكرات وهذه الرسائل هي بطبيعتها تعكس جزءا مهما من الرأي العام الأمريكي أولا وكذلك الرأي العام العالمي تجاه السياسات الخارجية العسكرية على وجه الخصوص التي تنتهجها الولايات المتحدة في الخارج هذا أولا لكن إلى أي مدى سيكون وقعها مؤثرا بطبيعة الحال السياسة الأمريكية خصوصا العسكرية هي لا تخضع ولا يتحكم بها الرأي العام الداخلي ولا حتى الرأي العام الخارجي وهناك الكثير من الأمثلة وعلى رأسها طبعا احتلال العراق عام 2003 الذي شهد مظاهرات مليونية جابت معظم دول العالم ولكن الولايات المتحدة لم تمتثل لهذه الضغوطات وقامت باحتلال هذا البلد أي أنها تحتكم إلى السياسة العليا والمصالح الأمريكية في انتهاج أي خطوة في هذا الخصوص النقطة الأخرى أيضا ما يؤخذ على هذه المذكرة في المقابل هو أنها لم تتطرق إلى الوجود العسكري غير الشرعي وغير القانوني للولايات المتحدة في العديد من الدول وبالتالي هي تركت الباب مفتوحا أمام ذريعة حق الدفاع على النفس الذي تستخدمه الولايات المتحدة في استهداف أي جهة كانت أو أي كيان أو أي دولة وهذا ما رأيناه في العملية الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة على الحدود العراقية السورية هي كانت بذريعة الدفاع عن النفس وبالتالي هذه المذكرة لم تتطرق إلى هذه المسألة وبالتالي يمكن أن تستغل الإدارة على الوجه الآخر هذه المذكرة لترسيخ فقط مفهوم نظرية الرأي والرأي الآخر التي تسود هنا في الولايات المتحدة في إشارة إلى أن الديمقراطية هي موجودة ولكن هل ستكون ضاغطة لدرجة أن تجعل من الرئيس الأمريكي الرحالي جو بايدن يغير من نهج الإدارة ويغير من سياسة الإدارة فيما يتعلق مع عمليات الإغتيال أو الضربات الجوية على أقل تقدير نحن نستبعد ذلك في الوقت الراهن وسأسألك عن هذه الجزئية بشكل مفصل أكثر محمد كريم ناصر اللحام محل الميدين لشؤون الفلسطينية والإقليمية وكانها مذكرة رفع عتب كما ينفح وكلام محمد كريم منظمات حقية تطالب بايدن بوقف الهجامات غير القانونية ماذا عن اعتداءات إسرائيل وقتل الفلسطينيين تقريبا كل يوم أين هذه المنظمات من هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية؟ بدء في بدء أن هؤلاء القوم إسرائيل وأمريكا يؤمنون بأن الخيار العسكري والخيار الأول في حياتهم لكن إذا آمن أي طرف آخر غير أمريكا وغير إسرائيل بأن الخيار العسكري والخيار الأول يسمح هو المجرم الأول والإرهاب الذي يجب قتله نقطة ثانية إن خمسين عاما خلت تثبت بأن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أن إسرائيل وأمريكا لا فرق بينهما إلا كالفرق بين لبن وزيت وزيت ولبن كلاهما في نفس الأمر عدوان متواصل على الآخرين بينما لا يتحملون أبدا أي رد ويبدأون بالبكاء والشكاء ويقلبون العالم إذا ما أي طرف رد عليهم أعتقد بأن إدارة ترامب كانت تعتمد أكثر على إسرائيل في تحقيق هذه العمليات وبينما هي أرادت فقط عمليات استعراضية أما الآن فبايدن يريد أن يستعيد الغيب الأمريكية بطريقة جاهلية عن طريق العدوان على الآخرين أين المنظمات العالمية من إسرائيل وأمريكا والعدوان المتواصل أرى بأنها صارت تخشى من المقاطعة الأمريكية وصارت تخشى من الاتهام بالإسرائيل لكن سوء حظ أمريكا وإسرائيل أن هناك جهات ثورية ومقاومة لا يهمها هذا الكلام أبدا وفي النهاية هي ستواصل اسمح لي أن نعود مجددا إلى محمد كريم محمد في الرسالة جملة وهي يبدو الوقت قد حان لرسم مسار يحترم الأمن البشري الجماعي هل هو اعتراف ولو بالمواربة بأن واشنطن لا تحترم الأمن البشري الجماعي وأيضا هل اقتربت إدارة بايدن من هذه المطالبة أم بعد؟ حسب المذكرة بالتأكيد هذه الجملة تشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى أن الإدارات ليست فقط إدارة بايدن بل حتى الإدارات السابقة هي استخدمت عمليات الاغتيال والقتل الجماعي بذراع حقوق الدفاع عن النفس وهذه الذراع الأخرى ولكنها اليوم بشكل واضح رعنا ولا لبس فيه لا الإدارة الرحالية ولا الإدارة السابقة ولا الإدارة اللاحقة تنظر إلى هذه العمليات من المنظور الإنساني أو منظور الأمن الجماعي هذا أمر لا لبس فيه لكنها تستخدم هذه القضية قضية حقوق الإنسان والأمن الجماعي وحماية حقوق الإنسان كذري على استهداف الدول المناهضة للسياسة الأمريكية وأصبحي لي هنا باختصار سأضرب مثالين مقتل جمال خاشقشي من قبل السعودية وباعتراف المسؤولين الأمريكيين وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هو أن محمد بن سلمان كان هو المسؤول الأول عن عملية الاختيال ما الذي قامت به الولايات المتحدة فقط هو تصعيد الخطاب السياسي فقط لماذا؟ لاحتواء الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة باتجاه هذه القضية على الجانب الآخر المثال الآخر نرى أن العقوبات بحجة حقوق الإنسان والدفاع عن الأمن الجماعي تنهال إنجاز التعبير على الصين روسيا إيران فنزولا والعديد من الدول وبالتالي هذا الكيل بمكيالين هو ما يزال هو المتحكم في السياسة الأمريكية ما الذي نريد أن نقوله هنا رانا إن سمحت لي السياسة تدار عبر المصالح وليس عبر الاعتبارات أو المعايير الإنسانية كما يتردد في الإخطاب الإعلامي اليومي هنا في واشنطن طيب محمد تقرير لجنة التحقيق بشأن اغتيار الشهيد نزار بنات يخلص إلى أن بنات تعرض لعنف جسدي أدى إلى وفاته وذلك وسط رفض لعائلته لما تمخض عنه التحقيق أي مصير ينتظر قضية بنات وليس يحاسب المتورطون تقرير مريم عثمان نزار بنات تعرض لعنف جسدي ووفاته غير طبيعية هذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق بشأن اغتيال الشهيد بنات محمد لشلالدة وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق كشف عن مضمون التقرير الطبي الأولي الذي أشار إلى أن نزار بنات تعرض لعنف في عدة مناطق من جسده أدى إلى إغمائه ووفاته وزير العدل الفلسطيني الذي أعلن إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم أصر على أن ما حصل مع نزار بنات حالة فردية وليس نهجا من جانب القيادة والسلطة الفلسطينية كلام لشلالدة هذا لا يبدو أنه امتص غضب عائلة بنات التي أكدت أن تحقيق اللجنة باطل باعتبارها غير حيادية وتشكلت من الجهة نفسها المتورطة في الاختيال نرفض هذه اللجنة وما ينتج عنها وما بني على باطل فهو باطل هذه اللجنة ما وصلت إليه فهو فارغ وكلام عابر لا قيمة له وسط موقف عائلة بنات الرافض لما تمخضت عنه لجنة التحقيق يبدو أن خلاصة تحقيق اللجنة لم تمتص غضب الشارع الفلسطيني أيضا إذ دعت أحزاب فلسطينية ومنظمات شبابية مقدسية إلى وقفة احتجاجية على اختيال نيزار بنات بعد صلاة الجمعة المقبل في ساحة المسجد الأقصى تحت هاشتاغ جمعة العدالة لنيزار طالبت بمحاسبة المتورطين في الاختيال فأي مصير ينتظر قضية نيزار بنات أي مصير ينتظر قضية نيزار بنات ناصر اللحام تحديدا بعد ما أعلنه وزير العدل الفلسطيني رسميا وشعبيا في الحقيقة هناك فرق كبير بين رسمي وشعبي إعلانه وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد شلالدة بأن نيزار بنات ضرب حتى الموت يحسب الأمر بشكل نهائي وقاطع للظنون السابقة وطبعا الإعلان المحافظ في صبيحة يوم وفاة نيزار الذي نشرناه على شاشة الميادين بأنه تم اعتقاله وتوفي بسكتة قلبية وهو الإثبات بأن قوة أمنية رسمية هي التي اعتقلت يؤكد على أن هناك مستوى حسم الأمر نهائيا مستوى الطب الشرعي في جامعة القدس حسم الأمر ثم الجانب القضائي عن طريق وزير العدل حسم الأمر الآن المستوى السياسي عليه أن يحسم الأمر بعيدا عن السجال الإعلامي والسياسي لكن هذه المستويات في أي لجنة تحقيق هناك لجنة المتابعة وجمع الشهادات وشهود العيان والتحقق ثم الطب ثم العدل حسم الأمر عند المستوى السياسي أي سقف يمكن أن يوقع بالجناء والحديث عن ضرب حتى الموت السلطة تدافع عن نفسها وتقول هذا ليس نحجل دائما وإنما حادثة فردية لكن العائلة ترفع السقف كثيرا وتطالب لجنة تحقيق دولي نحن أمام قضية رأي عام وليست قضية عائلة فقط وهذا يؤدي إلى الانتظار المزيد من الانتظار أنا من مصادرنا أنا لا أعتقد أننا نتحدث عن أسابيع بل أيام فقط وتكون هناك الإجراءات التي ستعلن عنها السلطة أذهب إلى قتيبة الصالح مخلق الميدين النشور العربية والإسلامية قتيبة نزير برانت تعرض لعنف جسدي ووفاته غير طبيعية إلى أي مدى المحاسبة هنا بالذات قد تعيد توصيب البوصلة نحو إسرائيل وليس لأي طرف آخر وبالتالي توحيد الساحات من جديد من دون مناغصات نعم رانا تحية لك والزملاء والمشاهدين بداية المحاسبة هي الأساس في كل هذه القضية بشكل عام هي التي تحافظ على التناقض الأساسي مع الاحتلال لا غيره وتضمن عدم السقوط في مواجهات جانبية على هامش الصراع تفرغ إنجازات النضال الوطني من مضمونها وبالتحديد في هذه الفترة تعيشه فلسطين كاملة من مرحلة جديدة ما بعد سيف القدس أريد أن أشير هنا إلى ما ذكره الزبيل ناصر إلى كون القضية قضية رأي عام وهذا في الحقيقة أيضا يستدعي ليس فقط المحاسبة فقط وإن المكاشفة أيضا وعدم اختزال القضية في شقها الجنائي فقط وإنما شقها السياسي وبالتالي هي تتطلب بناء على التحقيق أو الأطر كابلة لحل هذه القضية والحفاظ على التناقض على الاحتلال لا غيره أن تكون هناك محاسبة ومكاشفة سياسية أيضا أعود إليك ناصر بانتظار المستوى السياسي وماذا تكشفها الأيام المقبلة ذو الشهيد نزاربان طالبوا بلجنة تحقيق دولية هل هذا ممكن؟ لا أعرف إذا لجنة تحقيق دولية سوف تقول أكثر مما سمعناه من وزير العدل الفلسطيني الذي قال إن الجهات الأمنية ضربت نزاربانات حتى الموت لا أعرف نجنة تحقيق الدولية كيف ستعمل اليوم وفد أوروبي زار عائلة بنات لكن بالإطار العام هناك عدم ثقة من عائلة نزاربانات بالسلطة وبإجراءاتها وهناك سوء ظن هذا يؤدي إلى رفع السقف في مسألة الخصومة والمخاصمة أرى بأنه لم يسبق عليه بأنه هناك لجنة تحقيق دولية جاءت للأرض المحتلة في موضوع معين لكن لجنة تحقيق الدولية رانا وهذا مهم يعني جاءت في قضية رفيق الحريري لم تأتي في قضية ياسر عرفات وصولا إلى أنه حين لا يكون طرف معترف بالمسؤولية تأتي لجنة تحقيق لتحقق إذا السلطة نفسها بالتقرير الأول وبتقرير الطبي وبتقرير العدل ولجنة تحقيق تقول إن نزار ضرب حتى الموت ماذا ستقول للجنة الدولية أكثر كما قلت هذه قضية رأي عام وفي النهاية إذا ليست السلطة التي ستقرر التنظيمات تقرر والحركة الوطنية مقاله مهم جدا وغاية في الأهمية بأنه الصراع الأساسي وصراع مع الاحتلال وبهذه المناسبة قرأت تقرير باللغة العبري عن نزار بنات تقول بأن هذا الغضب الفلسطيني من بعضهم البعض معقد في النهاية كل هذا الغضب سيصد ضد الاحتلال لذلك قوات الاحتلال تنظر بخطورة إلى الغضب الجماهير المتصاعد نأمل ذلك ناصر تكشف اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقاب عن معاناة أطفال مخيم الهول شمال شرقي سوريا وتؤكد أن مئات الأطفال المحتجزون في سجون للكبار بينهم مع ناصر في تنظيم داعش وهناك بلا شك تتشكل البيئة الأكيدة للأطفال بتشبع أراء الإرهابيين وفكرهم وأضمن ظروف السجن يتربون على مفاهيم فيها الغضب والحقد والتطرف وهو زرع طبيعي لشخصيات إرهابية فكيف سيكون القطاف؟ هنا ومن داخل هذا المخيم مخيم الهول الذي تديره قوات كردية نقل مئات الأطفال إلى سجون للكبار في الشمال الشرقي السوري بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر كاشفة بذلك النقاب لأول مرة عن محنتهم كسجناء المدير الإقليمي لللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فبريزيو كاربوني شدد على أن الأطفال معظمهم من الذكور وبعضهم في عمر الثانية عشر ما زالوا محتجزين في سجون للبالغين وهو أمر لا يناسبهم المخيم يضم نحو ستين ألف شخص من أكثر من ستين دولة ومعظمهم من النساء والأطفال الفارين بعد انهيار التنظيمات الإرهابية وفي هذا الإطار جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدتها الدول استعادة رعاياها من المخيم بهدف إعادة لم الشمل بحسب القانون الدولي الأوضاع المأساوية لأطفال المخيم تطرقت إليها منظمة الأمم المتحدة للطفولة قائلة إن ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات توفو بسبب سوء التغذية مناشدات تزامنت مع بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان أكد فيه أن السلطات المغربية تجري ترتيبات لإعادة النساء والأطفال الموجودين في مخيم الروج والهول شمالية سوريا مضيفا أنه من غير الإنساني ترك عشرات الأطفال من دون الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة وبئة سليمة قتيبة الصالح يعني مئات الأطفال داخل سجون لعناصر يتواجد فيها داعش لأي أهداف؟ نعم رانا أريد بداية أن أرسم صورة للمشهد الموجود في الشمال الشرق السوري سريعة تؤسس للإجابة على هذا السؤال نحن نتحدث عن سلطة تحكم منطقة وتمارس واجباتها المدينة تجاه الساكنين في البقعة الجغرافية التي تسيطر عليها وأنما نتحدث عن ما يشبه الميليشيا التي تستغل مقدرات هذه المنطقة في تعزيز أسباب قوتها وتديرها بالعقلية الأمنية دون الالتفاة إلى واجباتها المدنية المفروضة عليها تجاه هذه البقعة في هذا الإطارنا يمكن الحديث عن الأهداف في ثلاثة مستويات المستوى الأول يتعلق بإعفاء الدول التي تنتميها أولاء الأطفال وبالتالي العوائل وبالتالي الإرهابيين إلى جنسياتها عن مسؤوليتها في إغراق سوريا والعراق بإرهابي داعش طوال سنوات الناحية الثانية تتعلق باستخدام قصد تحديدا لهذه الورقة في وجه المجتمع الدولي بغية الحصول على نوع من الاعتراف السياسي عبر التعامل المباشر معها وبالتالي هي معنية بالحفاظ على مستوى الخطر المفترض الموجود من هؤلاء الأطفال أو الذي سينتجه هؤلاء الأطفال مستقبلا وأريد هنا الإشارة حقيقة إلى تصريح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية فيما يسمى الإدارة الذاتية الذي يقول إن بقاء أولا الأطفال في هذه الأجواء الراديكالية يعني بناء جيل إرهابي جديد يشكل خطرا علينا وعلى كل المجتمع الدولي في المستقبل إذن هو يقر بأن الظروف الموجودين فيها توصل إلى هذه النتيجة دون أن يقول بما ستقوم به قصد على سبيل المثال للحيلولة دون وصول إلى هذه النتيجة هذا يقود إلى المستوى الثالث والذي أرفع فيها علامات استفهام حقيقة حول وجود بعض القوى المعنية بالحفاظ على الحالة الراهنة بغية إنتاج بيئة أو خلق بيئة تنتج جيلا إرهابيا جديدا يتم استخدامه فيه بعض كما استخدمه قبله جيل سابق ويكون امتدادا لجيل القاعدة وأجيال ما بعد القاعدة في العراق والسوريا وغيرها وكأنك تلمح إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أو بأخرى قطيب وأذهب بهذا التلميح إلى محمد كريم محمد سجون بإدارة قوات سوريا الديمقراطية يعني بحماية الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي تفعله أو ينبغي عليها فعله واشنطن فيما خص هذه النقطة بالتحديد رانا فيما يتعلق بهذه النقطة الولايات المتحدة دائما ما كانت تصدر الأزمة أو الأزمة في هذه المسألة كيف؟ أي بمعنى أن الإدارة السابقة وحتى الإدارة الحالية وآخرها وزير الخارجية بلينكين من رومه وأطلق مناشدة للدول بأهمية وضرورة استعادة رعاياهم المعتقلين في تلك السجون لدى قوات قصد وهذه المطالبات هي مطالبات مستمرة لكن من دون أن تضغط الولايات المتحدة على تلك الدول أو إيجاد حلول حقيقية لهؤلاء الأطفال ولهؤلاء المعتقلين وهذا الأمر يبدو أنه مشابه إلى ما يجري أيضا مع المتعاونين لأفغان اليوم أيضا رانا في أفغانستان الذين اليوم الولايات المتحدة على ما يبدو أنها لن تجلبهم إلى هنا إلى الولايات المتحدة بل ستقوم بعادة توطينهم في بلد آخر البعض يسري الحديث عن الدول العربية وآخرون يقولون في دول خليجية وبالتالي هي لا تجد حلولا حقيقية لهذه المسألة بل فقط تقوم بتصدير الأزمات فيما يتعلق بهذه الجزئية على وجه الخصوص رانا قتيبة صالحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناشدت الدول من أجل استعادة رعيها من مخيم الهول والالتزام بلمشم للعائلات بحسب القانون الدولي لماذا تتقاعس بعض الدول عن القيام بهذه الخطوة خصوصا بأن هؤلاء قد يشكلون خطرا مستقبليا عليها نعم رانا بطبيعة الحال هي مفارقة نتيجة الدول الذي لعبته هذه الدول وبالتحديد الأوروبية خلال سنوات الحرب في المنطقة تحديدا في سوريا والعراق من دعم الإرهاب أعتقد أن هناك نقطتين يمكن الحديث عنها الأولى تتعلق بالخطر المستقبل المفترض الذي سيشكله هؤلاء الأطفال وبالتالي إذا كنا متفقين أو تتفق هذه الدول على ذلك وبالتالي فهم يقولون فلنبقيهم هناك وليبقى خطرهم هناك المقصود بهناك سوريا والعراق على سبيل المثال النقطة الأخرى إعادة هؤلاء الأطفال أو إعادة هذه العوائل بشكل عام استردادها سوف يفتح ملفات داخلية في البلاد وسيعيد النقاش والجدل حول دور الاستخبارات أو جزء الاستخبارات في هذه الدول في دعم الإرهاب ودعم وصول هؤلاء المقاطنين إلى سوريا والعراق خلال العشر سنوات الماضية للدلال على ذلك أريد الإشارة إلى مثال وهو ما شرته جريدة الجارديان في العام 2015 كنت أحدث في التحليلية عن هذا المثال وسأعيد تذكير به مرة أخرى حول مثول أحد المواطنين الأوروبيين أمام القضاء البريطاني في ذلك العام بتهم الدعم والانتماء إلى أحد تنظيمات الإرهابية في سوريا في الحقيقة فريق الدفاع يومها تمكن من الحصول على وثيقة تثبت أن جهاز أو الاستخبارات البريطانية كانت وراء دعم وتمويل التنظيم الإرهابي الذي يحاكم المواطن الأوروبي أمام القضاء البريطاني بتهمة الانتماء إليه وعلى هذا الاساس توميس قط التهم وكما نقول بالعامية لفلفت المحاكمة بشكل عام منعا لإحراج بريطانيا واجزة استخباراتها بتقدير هذا المثال يمثل دليلا كافيا ويعطي فكرة عن كفية تفكيرها تجاه هذا الملف شكرا جزيلا لك قطيب أصالح وشكرا أيضا موصولي ناصر اللحام ومحمد كريم فاصل نحلل بعد قضيات اليوم حين تقرر قناة الميادين إطلاق موقع باللغة الإنجليزية فيتهدف إلى التوجه لكل متحدث وقارئ بالإنجليزية أينما كان وفي ذلك رغبة بعدم محاصرة نفسها وتضييق دوائر الجمهور وإنما الانطلاق لأفاق أوسع وعدم الركون إلى زاوية الاتجاه الواحد أو الدخول في نفق بروباغاندا التحريض الاستعراضية هو عالم أراده الأخرون مساحة للإعلام الأحادي محتكرين بذلك الرأي والتعبير وصياغة الواقع بعين واحدة مسيسة ومؤدلجة أعليه تجد الميادين نفسها أمامه واجب لكسر الاحتكار لتقدم أعلاما مهنيا بشجاعة صحفية واستراتيجيات ثابتة رسميا تنطلق الميادين إنجليش أونلاين خطوة تعزز بها الشبكة منصاتها الإعلامية في مسيرتها الراسخة والثابتة والأكيدة وهي تخوض معركة رأي عام محلي وأقليمي ودولي تتجاذبه أيديولوجيات متشابكة ومصالح سياسية متضاربة تحافظ على هويتها الميادين الإلكترونية بنسختها الإنجليزية وإن كان ظهورها قد تأخر إلى تاسعة ذكريات الانطلاق لكنه مقصود لذاته التأخر لا تقليلا من أهمية الخطوة بل تركيزا للجهود في منطقة انتمائها الجغرافي وجدت الميادين نفسها في عين العاصفة تواجه تضليلا إعلاميا دعائيا كان إحدى أدوات صناعة الدمار والخراب وكان عليها لزاما أن تسخر طاقاتها لتلك المواجهة حيث للرأي العام وزنه وثقله تنتمي الميادين بوضوح إلى عالم الجنوب بما يعنيه من مناهضة للهيمنة وتمثل فيه أمريكا اللاتينية ساحة للمعركة أوسع ومدا لجسور خطابها الإعلامي ونقلها للواقع الذي ترصده كانت الميادين إسبانول ضرورة ملحة بلغة من أكثر لغات العالم انتشارا ثالثة اللغات للميادين في فضائها الإلكتروني ترتيبا زمنيا من حيث الانطلاق هي الإنجليزية بأفقها الأكثر اتساعا حيث الناطقون بلسانها والقارئون كل جمهور محتمل في القارات جميعها من غير سقوط في فخ الدعاية الغبية أو التحريض باستعراض في الوقت نفسه تضع الميادين نصب أعينها غايتين هما كسر الاحتكار المروج للتضليل وفي المقابل إيصال السردية المغايرة بفتح هذه النافذة الجديدة حيث يتسنى الاقتراب أكثر من حقيقة ما يدور لكل مهتم بالمنطقة وقضاياها المطروحة مديرة الميادين أونلاين بهية حلاوي بهية بداية ألف مبروك شكرا رانا مبروك لألنا جميعا بهية يعني بعد الميادين بالعربية والإسبانية الميادين باللغة الإنجليزية لماذا هذا التوقيت بالذات لإطلاق هذا الموقع أكيد رانا الموضوع التوقيت مرتبط بأولويات هذه المرحلة بداية كمية المادة المحرضة والمادة المضللة التي نعاينها من خلال قنوات إعلامية بعض القنوات الإعلامية حتى على الشبكة العنكبوتية يحتم علينا إتاحة منصة تقدم السردية الواقعية تقدم السردية البديلة لكل من يريد أن يشكل رأيه السياسي بطريقة سليمة وأن يبقى على اطلاع حقيقي حول ما يجري من الأمور والأخبار أيضا السياسات الانتقائية التي نعاينها وازدواجية التعاطي من بعض الوسائل الإعلامية النطقة باللغة الإنجليزية وهذا ما ظهر مؤخرا حول القضية الفلسطينية بشكل أساسي مع أنه بدأ تاريخيا ولكن تعزز ربما في الفترة الأخيرة هذا أيضا يدفعنا إلى محاربة هذه آليات التغييب أو جزئيات التغييب وإتاحة فقط المادة المجتزئة التي تخدم مصالح هذا الإعلام الغربي لحظنا أيضا في شبكة الميادين وجود تيارات شبابية خاصة تيارات إلى صعود بطبيعة الحارانة تحاول أن تبحث عن مواد بديلة تحاول أن تعاين المشهد بطريقة وقعية وعلمية أكثر بطبيعة الحال هي بحاجة إلى منبر وبحاجة أيضا لمن يقدم هذه المادة ويساندها أخيرا كما ورد في التقرير على الرغم من أننا تأخرنا ولكن لم نستعجل لماذا لأنه نعرف تماما المسئوليات المترتبة على وضع الميادين على خارطة القنوات الناطقة باللغة الإنجليزية وما يحمله هذا من مسئوليات ولكن نعرف تماما أيضا أن هذا الجيل هو جيل منصات الرقمية وبطبيعة الحال اللغة الإنجليزية هي الأسهل للتداول والأسرع للموضوع الانتشار أكثر انتشارا صحيح قاسم عزدي محلل الميادين الشرون السياسية ما هي سياسة الميادين الأعلامية في تعدد اللغات؟ يعني تعدد اللغات بحسب الأولويات طبعا عندما اختارت الميادين اللغة الإسبانية كانت محددة الأهداف وهي التوجه والتفاعل مع أمريكا اللاتينية لأن شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب منطقتنا هم في مركب واحد وفي ضفة واحدة وفي صراع مشترك ضد الضفة الأخرى المتعددة والمهيمنة والمسيطرة الموضوع اللغات بحد ذاته يعني خاصة اختيار لغات جامعة للأسف اللغة الإنجليزية هي 1.8 مليار متحدث بها بالعالم وهي تغزو الكون وعندما نقول لغة تغزو الكون هي ليست اللغة بحد ذاتها يعني ليست لغة شيكسبير هي تنقل كل الرواية المضللة التحريد لمصلحة دول ولمصلحة شركات كبرى تهيمن وتسيطر وتغزو القول وتغزو الثقافة بالإعلام وهذا يعني نلمسه بشكل جلي في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة بشكل خاص المسألة الأهم على ما أعتقد أن الميادين وغير الميادين لأن الميادين تطمح إلى العمل في شبكة مشتركة في علاقة مشتركة مع كل الأطراف التي تتفاعل وتتبادل الخبرات نحو أهداف محددة إنسانية تدافع عن قضايا عادلة نبيلة إعلاميا ثقافة إعلامية ورواية إعلامية مختلفة وقد رأينا تأثير منطقتنا تصنع الأحداث وأثرت حتى في الإعلام الرسمي الغربي المهيمن واضطر هذا الإعلام بعد يومين من الأحداث في العدوان على غزة أن ينقل ويغير السردية لأن الناس قريفت وملت من هذه السردية والرواية الإعلامية وللميادين دور كبير بالعلاقة مع أترابها في جميع أنحاء العالم في هذا الشأن عبدالله شمس الدين مخلع الميادين لشؤون العربية والإقليمية عبدالله في مقال الأستاذ غسام بن جدو اليوم يقول الموقع الجديد هو تعبير عن مرحلة جديدة في سياغة الخطاب وتقديم المحتوى ما ملامح هذا الخطاب الشديد دعيني رانا أنطلق من توقيت الإعلان عن هذا الموقع باللغة الإنجليزية اليوم كان يوما حافلا في قناة الميادين بالإضافة إلى إطلاق موقع القناة باللغة الإنجليزية كان لدينا تغطية واسعة شهدها جمهور الميادين وهي تحت عنوان حلف القدس من سبعة عواصم وبالتالي هذه مرحلة متقدمة تنطلق فيها الميادين بعد أن أقفلت أعوامها التسعة وانطلقت في رحاب العام العاشر وبالتالي هناك رسالة ليس فقط سياسية إنما رسالة فكرية أيضا إذا راجعنا كل المخزون الثقافي والفكري والتاريخي لمنطقتنا خلال المئة عام الماضية سوف نلاحظ بأن الغرب كان يقرأنا بكتابه وبلغته بمعنى أن كل حروبنا وكل تاريخنا خلال المئة عام الماضية كانت توثق عبر كتاب غير عرب أو من غير منطقتنا وبالتالي كنا نقرأ تاريخنا من خلال ترجمتنا للكتب والمقالات والأبحاث الغربية عنا وعن منطقتنا وعن تاريخنا وبالتالي آن الأوان لكي يقرأنا الغرب بما نكتبه نحن وبالتالي من هنا تأتي انطلاقة الموقع الإنجليزي لقناة الميدين لأننا نريد أن نكتب نحن وأن يكتب الآخرين الذين ينتمون إلى ثقافتنا وإلى فكرنا عننا ويقرأنا الآخرين بأقلامنا نحن وليس بأقلامهم هناك إشارة مهمة جدا خلال هذه المراحل السنوات التسع تعرفنا على الكثير من الكتاب والنقاد وحتى الباحثين وحتى الناشطين في الغرب الذين يؤيدون قضيانا لكن ليس هناك علاقة فيما بيننا حسب ما فهمت من الزميلة بهية خلال نقاشنا أن هناك كتاب من هؤلاء في بعض الدول الأوروبية وحتى في أمريكا اللاتينية وحتى في الأوليات المتحدة سوف يشاركون ويكتبون في هذا الموقع وبالتالي سوف يجدون منصة يكتبون فيها عنهم وعنا ونحن نكتب عننا وعنهم ويصبح هذا التلاقح بين الأفكار وما بين السياسات فيما بيننا وبينهم وأسمح لي أيضا من النقاط الأخيرة التي ذكرتها عبدالله أن أذهب بها إلى بهية يعني هناك كتاب جانب سوف يشاركون في هذا الموقع ومن يتصفح الموقع يرى ذلك جليا ماذا عن القدرات وماذا عن التحديات بهية بطبيعة الحال إلى جانب الأمور التقنية اللافتة والتعزيزات التقنية التي عززنا بها الموقع باللغة الإنجليزية تماما كما الموقع باللغة العربية والإسبانية هناك باقة رائعة من المناظرين من السياسيين من المفكرين والمثقفين يعني الذين سيشاركون بطريقة متواصلة ودائمة بكتابات دورية في موقعنا باللغة الإنجليزية طبعا لأن المحتوى هو الأساس هو الهدف الأساسي إتاحة المحتوى كما ذكرت سابقا اليوم يعني عندما نقول كسر الاحتكار يعني كما ورد في مقال الأستاذ غسان اليوم في افتتاحية الموقع الإنجليزي ماذا يعني هذا رانا؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن قنوات إعلامية ناطقة باللغة الإنجليزية هي بطبيعة الحال يعني الجزء الأكبر منها يعني متواطئ يعني خاضع لأنظمة سياسية عميقة بغض النظر أيضا عن الجهات السياسية الحاكمة في البلدان التي نتحدث عنها أو يتواجد فيها هذا الإعلام يعني مثلا لا نتوقع أن يغطي الإعلام التقليد في الولايات المتحدة الأمريكية قضية حق العودة للشعب الفلسطيني لماذا؟ لأن هذا الإعلام على الرغم من أنه يدعي الليبرالية ويدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هذه القضايا لا تخدم رؤاه ومصالحه في عالمنا العربي والتدخلات التي يتستر عليها ودفاعه عن أكثر الأنظمة إجراما أتحدث عن دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي نحن لا نقول اليوم أنه من أهدافنا منافسة سي أن آن وفوكس نيوز وهذا الإعلام التقليدي ولكن نقول أنه من مسؤوليتنا أن نتيح المادة المغيرة وأن نقدم المادة لمن يبحث عنها ولهذا الجيل الشبابي المختلف الذي لا يقتنع ولا يتبنى ما يقدمه له الإعلام التقليدي بدون أي بحث أو مراجعة أو عودة إلى هذا المحتوى من أين وصل وكيف وصل وبطبيعة الحال اللغة هي من العوائق التي لامسناها بالفترة الأخيرة أمام وصول جزء كبير من النخب وجزء كبير من الشباب والمثقفين والأكاديميين لمادة حقيقية موسقة كما تفضل الزمير عبد الله بلغتنا نحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية وأصحاب الثقافة وبالتالي يتبنى ما نقوله أو أقله يسمعا عن السردية البديلة أو يعينها بطريقة أو بأخرى وهذا كلام مهم بتأكيد بهاية أنتقل إليك قاسم عز الدين ما أهمية التجدد من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون بالنسبة لوسال الإعلام وبالنسبة للميادين بشكل محدد يعني لن أتحدث عن الشكل يقال لا يفتى ومالكم في المدينة الزميلة البهية هي الأقدر مني التحدث عن الشكل أنا أهتم في ما قالته الزميلة المحتوى وأنا أعرف تماما أن هناك تعطش فعلي في الدول الغربية قاطبة لرؤية أخرى للقضايا العادلة المشتركة التي تجمعنا وتجمعهم للأسف غالبا ما ننظر إلى الغرب ننظر إلى الحكومات لكن هناك شعوب ونحن في الغرب جزء لا يتجزأ من هذه الشعوب في كل البلدان الغربية وأثبتنا أيضا أننا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نستطيع أن نؤثر لكن ما الفرق ما بين الوسيلة الإعلامية أو الإعلام التقليدي فوكسو نيوز وغير ذلك إلى آخره أو صناعة الإعلام صناعة الإعلام هو إعلام كاسح يكسح يكتسح يدمر يفجر بينما الإعلام بولادتي وبحقيقتي ومهليتي هو حرفة هو مهنة وهذا الأمر يحتاج إلى بناء أسس صلبة لكي يمكن أن نتدرج عليها وأعتقد أن الميادين هذا ما قامت به بناحية التدرج بهدف البناء بناء الأسس وبناء الأفق وليست وحدة بطبيعة الحال لكنها تفتح الأفق للآخرين وتتشارك مع هذه الآخرين الفرق هنا هو بين الكم والنوع نجد كم وحتى للأسف يعني الجزء كبير من الإعلام العربي يتأثر بهذه بثقافة الغزو الإعلامي كما تتأثر الدول الغربية نفسها والشعوب الغربية نحن أيضا نتأثر لكن يمكننا أن نقلب الصفحة أن نحول هذا المصاري التاريخي الذاهب إلى الدمار والخراب وعلى حساب الحقوق وحساب الشعوب نحتاج إلى مبادرات كمبادرة الميادين وأعتقد أن الميادين شقت الطريق ويتفتح الطريق لها ولغيرها لكي يسلك هذا الطريق وهنا عظمت المبادرة التي تقوم به الميادين عبدالله شمس الدين برأيكم وأنت رئيس تحرير أيضا أي رسالة يجب أن تصل إلى العالم هناك محاولات لتغييبها برأيي الرسالة الأساسية هي أن نقدم الواقع كما قدمناه في الموقع العربي وفي القناة الرسمية شاشة الميادين الواقع كما هو المعلومة الصحيحة دعيني أخبرك بقصة قصيرة حصلت قبل أسابيع يعني أخبرني أحد الأصدقاء وهو كان في ماليزيا وماليزيا هي دولة إسلامية في شرق آسيا كان في أحد سيارات التكسيف وكانت سيف القدس عملية سيف القدس والأحداث في فلسطين تسير وهناك أحداث كثيرة يسمعها كل العالم لا سيما في ذلك البلد تحدث إليه الساق وقال له ألا ترى كيف أن الفلسطينيين يريدون أن يأخذوا الأرض والبيوت من الإسرائيليين إذا كنا في دولة إسلامية هكذا هي المعلومة تصيلهم لأنهم يستمعون أو يطلعون على مواقع غربية ويستمعون إلى قنوات غربية هكذا هي المعلومة تزوير المعلومة تشويه المعلومة الميدين ما تريد أن تقوم به هي تصحيح المعلومة وتقديم المعلومة الصحيحة وباتت الميدين قناة وشبكة إعلامية مسموعة ولديها مصدقية ليس في الدول العربية فقط إنما كما ذكرنا في الدول التي تتحدث بالإسبانية وأيضا الآن في الدول التي تتحدث باللغة الإنجليزية وبالتالي مهمتنا الآن أن نصحح التاريخ أن نقدم المعلومة الحقيقية لأن كل ما يقرأ عن بلادنا عن أراضينا عن فلسطين عن قضية فلسطين عن علاقات الشعوب فيما بينها عن تاريخنا في معظمه عندما نقرأ المصادر الغربية نجدها بأنها مزورة نجدها بأنها محرفة نجد بأن هناك الكثير من المشاكل حتى نحن خلال سنواتنا في الجامعة كنا ندرسها ونقرأها وكنا مبتنعون بها ومن ثم اكتشفنا بأن معظمها مزور بتأكد هناك جمهور جديد مستهدف من هو هذا الجمهور بالتحديد وكيف ستتمكنون من الوصول إليه في وقت وفي عصر تزاحم مواقع السوشال ميديا وسائل الإعلام أكيد بالدرجة الأولى الشباب رانا اسمح لي أن أنطلق من فلسطين تحديدا كما جرت العادة منذ النكبة تحديدا دائما ما نسمع أو ما يجري تكريس مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون عبر أسليب ترهيب ترغيب تخوين وإلى ما شابه في العشرية النارية الأخيرة كان دائما في عملية ترويج لسلخ الشباب الفلسطيني عن القضية الفلسطينية أيضا الترويج للجمهور الغربي بأن ما يحصل لدخل الفلسطيني المحتلة هو صراع مديني جغرافي أو ما شابه لماذا؟ لزج الفلسطيني المناضل إلى جانب الإسرائيلي المحتل وتغيير هوية هذا الصراع أو هذا الاحتلال بطبيعة الحال ماذا حصل؟ حصل أنه بخلال معركة القدس نقطتان أساسية نقطة الأولى انتفاضة هذا الشباب الفلسطيني والتأكيد أن القضية المركزية ما زالت حاضرة على كامل الجغرافية الفلسطينية وبالدرجة الثانية موضوع الإعلام وتوظيف الإعلام الإعلام الكلاسيك الإعلام البديل المزيج الذي حصل بين الإعلامين أو سليب الإعلام المختلفة وبطبيعة الحال كان هذا من عوامل المحفزة للاستعجار ربما بهذه الخطوة أو ربما وضع على سلم الأولويات حاليا بطبيعة الحال كما الشباب الفلسطيني هناك الكثير من الشباب في كل الدول العربية شباب مغيب شباب مقموعة انظر ماذا حصل مع علاء الصديق على يد أنظمة التطبيع مؤخرا يعني هي بطبيعة الحال عانت من قمع ومن تغييب حتى وإلى ما شابه على منصات تواصل اجتماعي حملات وإلى ما شابه وبالتالي نحن اليوم نعتبر أنه هذا الشباب العربي بحاجة إلى احتضان بحاجة لأن نتيح له المنصة لحاجة أن نتحدث بلغته وأخيرا رانا هذا نعكس حتى في عملية بناء الفريق الذي كان عماده من الشباب بشكل أساسي وهم الأدرة والأكثر إلماما بأليات العمل على منصات تواصل اجتماعي قاسم دهمنا الوقت في دقيقة أين هي مدرسة الميادين ضمن المدارس الإعلامية الحاضر اليوم يعني أنا أصنفها ضمن المدارس الإعلامية البديلة التي بدأت يعني منذ أكثر من عشر سنوات وفي محاولات جادة باتجاه خلق إعلام بديل المعلومة تختلف تماما عن معلومة المؤسسات الإعلامية ذات الغرضية والمتوغلة بالتوحش هناك محاولات جادة وصحيحة وأثبتت جدوال لم تكتمل بعد لكن هناك رؤية العمل على رؤية موضوعية وعندما نقول موضوعية سأطيك المثل بين التوازن والموضوعية إذا أخذنا التوازن كما هو يشاع توازن رأيه ورأي آخر وإلى آخرين يعني أبيض وأسود التوازن بينهما رمادي أنا أعتبر خلال تسع سنوات في الميادين لم ألحظ يوم من الأيام أي موقف رمادي لماذا؟ لأن انتهجت منهج مختلف تماما هو منهج موضوعي في سبيل قضايا نبيلة وقضايا عادلة وتبحث بهذا الاتجاه وتترك التعبير حرا للتفاعل في هذا الاتجاه وليس القسمة على إثمان في دقيقة أيضا عبدالله شمس الدين ماذا باعت الميادين باللغات الإنجليسية؟ رانا كما تعلمين نحن ما زلنا قناة فتية عمرنا تسع سنوات وبالتالي لدينا الكثير من المشاريع ومن الأحلام ومن الأمال خلال هذه تسع سنوات قدمنا الكثير شاشتنا وصلت إلى كل أسقاع الدنيا طورنا موقعنا العربي أنشأنا الموقع باللغة الإسبانية ومن ثم باللغة الإنجليزية عقدنا الكثير من الاتفاقيات لعل أبرزها مع سبوتنيك في روسيا أما عن المستقبل بالتأكيد لدينا الكثير من المشاريع سوف نتركها لوقتها كانت أحلاما تحولت إلى واقع وإلى أفكار وسوف ننطلق وننفذها في القريب لكن نترك الأمور لوقتها وهي جميعها في إطار شبكة الميادين بتنوعها عبر الشاشة وعبر الموقع وعبر السوشال ميديا من جديد ألف مبروك لنا وأيضا لمن يتابع الميادين عبدالله شمس الدين شكرا لك وأيضا شكر موصول لقاسم عز الدين وأيضا ليبهية حلاوي شكر أكبر لكم مشاهدينا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة